قال وان شووان إن 65 ممثلاً من أعضاء منظمة التجارة العالمية قدموا خلال المراجعة خطابات في الاجتماع وأكد الأعضاء على مشاركة الصين النشطة في عمل منظمة التجارة العالمية ووفائها بجدية بالتزاماتها وأثنوا بشدة على دور الصين المهم في التعاون الدولي لمكافحة الوباء معبرين عن تقديرهم لدعم الصين لمنظمة التجارة العالمية لاتخاذ قرار بشأن الإعفاء من حقوق الملكية الفكرية للقاح فيروس كورونا الجديد في أسرع وقت ممكن وشكروا الصين على منحها معاملة معفاة من الرسوم الجمركية للمنتجات المستوردة من أقل البلدان نمواً ومساعدة الدول الأعضاء النامية الأخرى والبلدان الأقل نمواً على الاندماج في النظام التجاري المتعدد الأطراف وأكدوا بشكل كامل على مبادرة الصين لخفض التعريفات والحد من القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي والاستمرار في توسيع النفاذ إلى السوق الصينية وتوفير سوق واسعة لكل عضو كما أكد الأعضاء بشكل إيجابي على أن مبادرة الحزام والطريق لها إمكانات كبيرة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول المعنية وتوفير المزيد من فرص التنمية للشركاء هذا وقال وان شو وان إنه منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية تلقت الصين المراجعة الانتقالية لتسع مرات ومراجعة السياسة التجارية لثماني مرات وهي العضو الأكثر مراجعات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية ترجمة نانسي قنقر